السلام عليكم ازايكم وبركة بيكم اصدقائي المتابعين فيديو جديد جايب لكم فعلا حالة هنصير بيها جدل النهاردة الحالة دي تمت بالتقويم 9 سنوات حضرتك متخيل يعني ايه 9 سنوات مركب تقويم الحالة دي شرفتنا كانت عاملة التقويم في اكتر من مكان قبل ما تشرفنا عملت مع دكتور واثنين وثلاثة وحصل معاها يعني مفارقات كتير جدا جدا لحد ما شرفتنا في العيادة وبالفعل كانت وصلت الى نتيجة 85 او 90% من النجاح علاقات الاسنان كانت جيدة جدا علاقات الانياب والدروس كانت جيدة جدا ولكن الحالة كانت عايزة توصل الى البرفكشن عارفين حضراتكم لما تلاقي حد مثالي الى درجة كبيرة جدا فهو عايز يوصل الى 100% 100% فهنا بدأ النقاش بدأ النقاش بيني وبين الحالة وبين كمان والدتها اللي كانت مشرفانا ومنورانا فما بدأنا نتكلم ونشرح ايه الحاجات البسيطة اللي كانت لسه متبقية وايه كمان الفوائد اللي ممكن تحصل عليها اذا كانت عايزة تعمل تقويم تاني او ان احنا ناخد قرار فاك التقويم حضراتك متخيل يعني ايه 9 سنوات الحالة عاملة تقويم دفترة طويلة جدا وبعد الفحص وبعد الاشعة لقينا ان حصل فيه تآكل بسيط في الجدور بفضل الله ربنا اكرمنا ان ما حصلش مشاكل كبيرة في الاسنان بعد كل الفترة الطويلة جدا جدا اللي فعلا فيها اتحرق صبر البيشنت مش عارف ليه هي كانت مصرة توصل الى البرفكشن وده يمكن اللي خليها تاخد وقت طويل جدا مع الدكاترة لكن بعد ما احنا شرحنا لها ايه الفوائد وايه الاضرار اللي ممكن تطهع عليها اذا استمرت في التقويم فترة اضافية وده احنا ممكن نحصل على العشرة في المية اللي هي بتدور عليها دي ونوصل الى البرفكشن وممكن لا لان ما تنسوش يا شباب ان كل حاجة ليها مميزات وليها عيوب ومين مننا كامل سبحان الله الكمال لله وحده فهي الفكرة الحالة لما بدأنا نشرح لها وبدأنا نبسط لها وبدأت اوذلها وعرض عليها حالات صور اسنان كتير لحالات عندنا متابعة في العيادة فبالفعل وفقت ان احنا ناخد القرار ان احنا نفك التقويم طبعا انا مع حضراتكم ان النتيجة زي ما هو دهلكم بعد شوية وصلنا الى نتيجة 90% وده نتيجة رائعة بالنسبة الناس كتير طبعا انا بالنسبة الحالاتي انا على المستوى الشخصي انا دايما بسع ان انا اوصل لحالاتي الـ 100% لكن احيانا بيبقى فيه بعض المفارقات وبعض المواقف اللي بتخلينا مش قادرين نوصل لده اذا كانت الحالة مش ملتزمة اذا كانت الحالة مش بتتبع معنا بشكل كويس زي ما حضراتكم شايفين ادي حالة اللاسة سيئة ادي حالة الاسنان كانت متردية ما بين ترسبات جيرية وما بين سبغات وما بين تسوسات مشاكل كتير خالص كنا مطالبين بعلاجها فبعض الفحص الاكلينيكي بالنسبة للحالة وهي اخدت القرار ان احنا نفك التقويم بالفعل زي ما حضراتكم شايفين التكلسات الجيرية ادي حالة الاسنان وحالة اللاسة فيها التهابات زي ما حضراتكم شايفين احنا بدأنا نفك التقويم من الفك الالوي ثم بدأنا نفك التقويم من على الفك السفلي وبعد ما احنا نفك التقويم في خطوات بتكون مهمة جدا وضرورية ان احنا نعملها بعد فك التقويم لازم نتأكد من ازالة المادة اللاسقة بشكل معين وبطريقة جنتل من غير ما تضر الاسنان ثم بنعمل تلميع كويس جدا الى سطح الاسنان ثم بعد كده بنبدأ ناخد المقاسات علشان خاطر نعمل جهاز التسبيت هبقى وادي حضراتكم فيديو الحالة وفي فور الاو وافتر في كل الصور هبقى اعرضه على حضراتكم في فيديو تاني انا بس حبيت اعرض على حضراتكم الموقف اللي حاصل معنا زي ما انتم شايفين دلوقتي احنا بنفك التقويم من على الفك السفلي وحضراتكم اديه شايفين حالة اللاسة وحالة الاسنان متردية جدا جدا زي ما انتم شايفين احنا دلوقتي بنشير التقويم من على الفك السفلي بعد تسع سنوات انا عايز اقول لكم انا مجرد ما الحالة شرفتنا وقالتلي الرقم 9 سنوات أنا كنت حاطت إيدي على قلبي يا رب ألطف يا رب أسطر يعني قدي 9 سنوات ده أنا عايزة أقول لكم الحالة اللي بتقعد عندنا سنتين أو سنتين ونص أنا ببقى يعني الوضع صعب جدا لأن فيه بعض الحالات اللي بتبقى صعبة جدا أو بعض الحالات اللي بتعمل التقويم على مراحل عمرية محددة فدي اللي ممكن نطول معها شوية إنما 9 سنوات عايزة أقول لكم النتيجة اللي وصلنا لها دي كان فيها لطف كبير وكان فيها يعني رحمة كبيرة من ربنا سبحانه وتعالى دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين احنا بنشيل بقايا المادة اللاسقة وبعد شوية حضراتكم هتشوف احنا هنعمل تنظيف للجير اللي على الأسنان زي ما حضراتكم شايفين احنا بس بنمشي بشكل جنتل علشان ما نأثرش على طبقة المينة بالسلب أو نضرها بس لازم نشيل كل بقايا المادة اللاسقة لكن ما تنسوش من حضراتكم تتفرجوا وبتابعوا معنا تعملوا لايك وسبسكرايب في القناة ياريت لسه ما عملش تفعيل زر الجرس يتأكد ان هو يعمل تفعيل زر الجرس عشان دايما يوصل لكم كل جديد ويهمني جدا اسمع واشوف اراءكم في التعليقات ياريت انا دايما بسعيدني ان انا اتابع اراء خضراتكم ياريت اللي اي رأي او حابين تقولولنا اي ملاحظة تحبوا نطورها في القناة الفترة اللي جاية ياريت تكتبولنا اراءكم اللي دايما مرحب بها زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي احنا بنشيل بقايا المادة اللاسقة عندنا في المركز ثم بعدها هنعمل الازالة للبقايا الجير وهو وريكم احنا احنا ازاي بنفحص الاسنان من الداخل ومن الخارج مش بس من الجزء اللي الحالة بتشوفوا بعنيها احنا بنتابع الحالة من كل الجوانب زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده احنا بنشيل بقايا المادة اللاسقة من على اسنان الفك السفلي اللي طبعا ملتهبة جدا وكان ده قرار حكيم والحمد لله ان الحالة وفقتنا ان احنا نشير التقويم ونستمرش فيه فترة اضافية على قد ما الحالة كانت مستعدة ان هي تعمل تقويم مرة تانية لكن انا عايز اقول لحضراتكم انا يعني كنت فعلا مصر على اقناع الحالة لان فترة التسع سنوات دي فترة طويلة جدا جدا وكان بالفعل حصل تأكل بسيط في جدور الاسنان وده برضو من فضل ربنا والمشاكل اللي كانت متبقية كانت يعني لا ترتقي ان احنا نعمل تقويم ونغامر بمدة تانية في التقويم وكذلك التكلفة فمفيش اي داعي ابدا ان احنا نروح للابشن ده خاصة ان المشاكل اللي كانت متبقية كانت مشاكل بسيطة مفيش داعي ابدا ان احنا نزعج الحالة بفترة تانية او ان احنا نزعج الاسنان وجدور الاسنان بالتقويم مرة تانية وكذلك تكلفة اضافية مفيش داعي لكل ده زي ما حضراتكم شايفين احنا بالراعي ان احنا بنشيل كل بقايا المادة اللاسقة من علاء الاسنان لان وجودها ممكن يؤثر بالسلب على طبقة المينة ممكن بعد كده يعمل تسوسات ومشاكل في الاسنان دلوقتي احنا بدأنا نتابع حالة الاسنان من الداخل والدروس كذلك بنشيل الترصبات الجيرية والسبغات ثم بعد ما هنخلص لازم هنعمل تلميع كويس جدا الى الاسنان من الداخل ومن الخارج علشان نقلل من فرص تكون الجير مرة تانية ونخلي الحالة تحصل على اسنان تكون نعمة وتلمع وما يبقاش فيها اي مشاكل زي ما حضراتكم شايفين احنا بنتابع الحالة من كل الجوانب ومنتابع الاسنان من كل الجوانب مش بس من الجزء اللي الحالة شايفاه انا كمان لازم بنشوف من الداخل الاسنان اخضرها ايه ثم بعد كده هنعمل التلميع للاسنان زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي عندنا اكتر من مادة بنعمل بيها التلميع للاسنان وعندنا كمان اكتر من طريقة بنستخدمها لتلميع الاسنان لكن بنحاول نختار دايما الطريقة اللي هي تكون مناسبة للحالة واللي ما تعملش اي ازعاج او حساسية في الاسنان بعد كده كان فيه كمان عندنا سبغات بين الاسنان وبعضها استخدمنا طريقة معينة برضو لتلميع الاسنان علشان نوصل الى افضل نتيجة ممكنة زي ما حضراتكم شايفين انا حضراتكم صورة واحدة للعضة الامامية قبل ما نفك التقويم وبعد ما فكينا التقويم على اليمين زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي اتمنى تكتبونا اراءكم في التعليقات وان شاء الله هنزل لحضراتكم فيديو اخر ودائم شوية او حتى على القناة التانية بتاعتنا هينزل فيها صور من كل الزوايا قبل وبعد وكمان هوريكم ازاي احنا عملنا تلميع للاسنان وملاحظة لمفاجآت كتير احنا لقناها في الحالة دي اتمنى دايما ان الفيديوهات اللي احنا بننزلها تنقول اعجابكم ولوليكم اي اراء او موضوعات تحبوا نتكلم فيها ياريت تكتبونا وان شاء الله دايما نتابعها مع حضراتكم دلوقتي بعد ما عملنا التلمية بنشيل بقايا الملمع وبنشيل كل السبغات واي بقايا كانت موجودة على الاسنان بعد ما خلصنا الحمد لله الحالة كانت سعيدة جدا بالنتيجة اللي احنا عملناها والشغل اللي احنا عملناها الحمد لله كان لقى اعجاب كبير من الحالة ومن المتابعين معاها يلا لسه ما عملش لايك سبسكرايب في القناة ياريت يدعمنا علشان انا بيهمني يدعموكم جدا وان شاء الله دايما نتواصل مع حضراتكم بشكل بناء كان معاكم دكتور اسلام نبيل سلام عليكم ترككم في رعاية الله باي باي مع السلام